يتفق معظم الناس على ضرورة تحسين نظامنا الاقتصادي بطريقة او باخرى ومع ذلك غالباً ما كان هناك رفض لأفكار ناقد الرأس مالية الاكثر شهرة وطموحاً كارل ماركس هذا ليس مفاجئاً جداً في الممارسة العملية تم تسفير افكاره السياسية والاقتصادية لوضع اقتصادات موجهة من قبل بكتاتوريات ومع ذلك لا ينبغي لنا ان نرفض ماركس بسرعة كبيرة يجب ان نراه كمرشد يساعدنا تشخيصه لعلل الرأس مالية على الابحار نحو مستقبل واعد اكثر سيتم اصلاح الرأس مالية في يوم ما لكن هذا لن يحدث دون ان يكون تحليل ماركس لها جزءاً من اي اجابة ولد ماركس عام 1818 في تريربي المانيا سرعان من خرط في الحزب الشيوعي وهي مجموعة صغيرة من المثقفين الذين يدعون الى الاطاحة بالنظام الطبقي والغاء الملكية الخاصة واضطر الى الفرار من المانيا واستقر به المقام في النهاية في لندن كتب ماركس عدداً كبيراً من الكتب والمقالات احياناً مع صديقه فريدريك انجلز كتب ماركس عن الرأس مالية اي عن النمط الاقتصادي والاجتماعي الذي يهيمن الان على العالم كان ذلك النمط في ايامه في طوره الاول في بلدان اوروبا الغربية والولايات المتحدة وكان ماركس احد اكثر منتقديه ذكاء وادراكاً وسنعرض لكم بعض مشاكل الرأس مالية التي حل لها والمقصود به هو اغتراب العامل الصناعي الحديث يرى ماركس ان العمل يمكن ان يكون احد اعظم مساراتنا لان الانسان يحقق امكانياته ككائن مبدع خلاق من خلال العمل والعمل هو الذي يتيح له اخراج افضل ما بداخله ولكن لكي يشعر العمال بذلك يجب ان يروا انفسهم في الاشياء التي صنعوها لاحظ مثلاً امهارة الشخص الذي صنع هذا الكرسي انه كرسي بسيط متقن وقوي وانيق لكن هذا الاستمتاع والتحقق نادر بشكل متزايد في العالم الحديث جزء من المشكلة هو ان العمل الحديث متخصص بشكل لا يوصف بحيث يوكل للعمال اداء اعمال بسيطة متكررة لتشغيل الالات كما ان عمل العامل لا يمنحه احساساً بالمكانة ولا بالامام فمن الممكن التخلص منه في اي وقت بسبب ازمة اقتصادية او بسبب تطور تكنولوجي جعل عمله زائداً عن الحاجة كما ان العامل يعرف انه يعمل لصالح اصحاب رأس المال فهو اذن مجرد اداة في مشروعهم الصناعي او التجاري هكذا رأى ماركس ان الرأس مالية تؤدي الى اغتراب العمال وهنا قال ماركس في الرأس مالية يشعر العامل بانسانيته حين تنتهي ورديته في المصنع ويتفرق لاشباع احتياجاته الحيوانية بينما يشعر بعبوديته عندما يمارس ما يميزه حقاً كانسان مبدع وهو العمل لكن ليس العامل فحسد الرأس مالية تجعل الرأس مالي نفسه مغترباً رغم انه مستفيد من هذا النظام لانه يحصل فيه على اموال طائلة ومكانة الرأس مالي حسب ماركس مجرد حامل لرأس المال يكتسب مكانته بقدر ما يعمل من اجل مضاعفة رأس مال مشروعه او شركته فهو اذا يقوم في الواقع بوظيفة هي تشغيل رأس ماله في منافسة لا ترحم مع اقرانه الرأس ماليين وهكذا فان الرأس مالية سيئة للرأس ماليين ايضاً لم يعتقد ماركس ان الرأس ماليين اشرار المشكلة هي ان النظام الرأس مالي يجبر الجميع على وضع المصالح الاقتصادية في مركز حياتهم بحيث يتعذر عليهم ان يعيشوا علاقات عميقة وصادقة وقد اطلق على هذا الوضع الصنمية السلاعية لانه يجعلنا لا نقدر الا الاشياء التي لها سعر في السوق لقد اراد ماركس ان يتحرر الناس من القيود المالية حتى يتمكنوا اخيراً من البدء في اتخاذ خيارات معقولة وصحية في علاقاتهم الشيوعية عند ماركس ليست اذا مجرد نظرية اقتصادية بل هي رؤية بشأن استكمال تحقيق وعد تحرر الانسان الذي ظهر في العصر الحديث ويمكن اذا فهمناها هوجدانياً ان نجدها تعبيراً عن شوق عميق الجذور بان لدينا دائماً مكان في قلب العالم وان نحيا حياة اكثر انسانياً اذا تخطينا الرأس مالية كذلك كشف ماركس عن ان الرأس مالية تقوم على الاستغلال يرى الرأس ماليون ان الرتح مكافأة للإبداع والموهبة التكنولوجية لكن ماركس يرى ان الرتح هو استيلاء على قوة عمل العمال يحصل الرأس مالي على رتحه كفارق بين قيمة عمل العمال وبين اجورهم لان الاجور تتحدد حسب ماركس بما يكفي لمعيشتهم لا بما يسويه عملهم يحتاج العامل في المتوسط الى مبلغ معين لكي يستطيع ان يواصل حياته ويرعى اطفاله لكن عمله يساوي اكثر من هذا المبلغ وهذا هو اصل الرتح عند ماركس الرتح هو اذن جزء من عمل العمال غير مدفوع الاجر يرى ماركس ايضاً ان الرأس مالية غير مستقرة في كتابه الاشهر رأس المال يشرح ماركس ان النظم الرأس مالية تمر بالضرورة بسلسلة من الدورات الاقتصادية تنتهي كل دورة منها بازمة بالضرورة رأى ماركس ان الازمات متوطنة في الرأس مالية كما رأى انها ناجمة عن شيء غريب للغاية يتمثل في انها بسبب حصولها على الركح من عمل العمال غير المدفوع تنتج كمية من السلع اكبر من قدرة السوق الفقير على شرائها فيترتب على ذلك ركود متزايد ينتهي الى ازمة اقتصادية عامة فعلى عكس كل ازمات ما قبل الرأس مالية الازمات الرأس مالية هي ازمات الوفرة ازمات سلع لا تجد من يملك القدرة على شرائها حسب تصورات ماركس هذه المشكلة ستختفي في الشيوعية في هذه الحالة لن تؤدي وفرة الانتاج الى ازمة بل الى توفير الاحتياجات الانسانية بكميات اقل من العمل وهكذا سيتاح وقت فراغ كبير للناس يمارسون فيه كل ما هو مبدع وممتع وسوف يزداد وقت الفراغ هذا كلما تقدمت التكنولوجيا في ظل الرأس مالية يعتبر تزايد وقت الفراغ بطالة مذمومة وترتبط بالفقر والكثير من الامراض الاجتماعية لكن هذه الحالة التي نشكو منها بشكل ماسوشي ونزدريها ستعتبرها الشيوعية حرية وازدهارا انسانيا هذه الحرية ستتحقق حين يتم الغاء الرأس مالية وتكون قوى الانتاج مثل الارض والالات وغيرها تحت ادارة الجميع والاصالح الجميع يعتبر الكثيرون فكرة الشيوعية هذه عند ماركس حلما جميلا حلم يشبه بطريقته الخاصة وعد يسوع لاتباعه بالجنة لكن على الارض لا في السماء بعد هذه الجولة مع ماركس ومظرياته ربما من المفيد لنا ان نتساءل لماذا لا نفكر جميعا مثل ماركس يرى ماركس ان سبب صعوبة التفكير بطريقته يعود الى ان النظام الرأسمالي يلون بطريقة ماكرة ونوع الافكار التي ينتهي بنا الامر الى تبنيها واعتمادها ينتج الاقتصاد الرأسمالي ما اسمه ماركس ايديولوجية ويعني بها بناء من الافكار الزائفة ففي المجتمع الرأسمالي يؤمن معظم الناس الاغنياء والفقراء بكل الامور التي هي في الحقيقة مجرد احكام قيمة تتعلق بالنظام الرأسمالي من هذه الاحكام ان عمل الفرد الذي لا يأتي بعائد مدي لا قيمة له وان المزيد من الممتلكات سيجعلنا اكثر سعادة وان الاشياء الجديرة بالاهتمام والناس الجديرين بالاهتمام هم الذين يدرون عليك اموالا باختصار احد اكبر شرور الرأسمالية ليس ان هناك اشخاص فاسدين في القمة فترغم ان هذا صحيح في اي تسلسل هرمي بشري بل تلك الافكار التي يرسخها فينا النظام الرأسمالي هذه الافكار التي تعلمنا جميعا ان نكون قلقين وان ننافس بعضنا البعض وان نكون ممتثلين وراضين سياسيا وان نعتبر النظام الرأسمالي هو النظام الطبيعي الوحي لم يكتفي مركس بتحديد مشاكل الرأسمالية وازماتها بل وضع ايضا بعض اللمحات عما يمكن ان يكون عليه المستقبل المثالي الطباوي في بيانه الشيوعي وصف مركس عالما بدون ملكية خاصة او ثروة موروثة تسيطر فيه الشعوب على الصناعات والمصارف والاتصالات والنقل والتعليم العام المجاني توقع مركس ايضا ان المجتمع الشيوعي سيسمح للناس بتطوير الكثير من الجوانب المختلفة لطبيعتهم في المجتمع الشيوعي من الممكن بالنسبة لي ان افعل شيئا اليوم وافعل شيئا اخر غدا ان اصطاد في الصباح واربي الماشية في المساء وامارس النقد الفكري او الادبي بعد العشاء دون ان اصبح صياد حيوانات او صياد اسماك او راعيا او ناقدا عاش مركس مطاردا سياسيا من المانيا الى فرنسا الى بلجيكا واستقر به المطاف في لندن التي عاش فيها نصف عمره ويزيد اعتمد مركس في معاشه على كتابة مقالات متفرقة في الصحف لكنه عاش عموما في فقر شديد لم يخفف منه سوى الدعم المادي من صديقه وشريكه الفكري فريدريك انجلز وهو رجل فري كان والده يمتلك مصنعا للمنسوجات في منشستر ومع ذلك كان مقتنعا بالشيوعية تكفل انجلز بدفع ديون مركس واشرف على اعداد ونشر عديد من مخطوطات اعماله بعد وفاته وهكذا دفعت الرأسمالية ثمن الشيوعية لم يكن مركس مثقفا صاحب شعبية في عصره ولم يحصل على تقدير كبير الا في الاوساط الثورية الاوروبية ربما كان المثقفون الذين حظوا بالتقدير في ايام مركس سيضحكون على فكرة ان افكاره يمكن ان تعيد تشكيل العالم لكن بعد وفاته بسنوات قليلة انتلأت بلدان اوروبا باحزاب شيوعية تعتنق افكار مركس وبعد اقل من اربعة عقود من وفاته قامت اول دولة شيوعية في امبراطورية القيصر الروسية عام الف وتسعمائة وسبع عشر واصبحت كتاباته حجر الزاوية للحركات الثورية الاكثر اهمية في القرن العشرين في فترة الحرب الباردة تم شن حملة كاسحة في الغرب على مركس وافكاره لكن بعد سقوط الاتحاد السوفيتي تراجعت الحساسية السياسية تجاه المركسية ورأى كثيرون ان افكار مركس في تحليل طبيعة وازمات للرأس مالية مفيدة حتى بالنسبة لمن يرفضون الحل الذي اتى به وهو الشيوعية بالنسبة لهم مركس هو مثل طبيب لامع في الايام الاولى استطاع التعرف على طبيعة المرض لكن لم يكن لديه فكرة صحيحة عن كيفية علاجه فاتفقوا مع تشخيصه لمشاكل الرأس مالية للاستفادة منها في ايجاد علاج لكن لمداوات الرأس مالية وليس التخلص منها مثلا كتب جورجو مجنوس وهو محلل اقتصادي بارز في بنك يو اس بي مقالا تحت عنوان مثير انحوك المركس فرصة لانقاذ الاقتصاد العالمي بنك يو اس بي الذي يتخذ من سويسرا مقرا له مؤسسة مالية رائدة لديه مكاتب في اكثر من خمسون دولة ويمتلك اصولا باكثر من تريليوني دولار في هذا المقال كتب مجنوس ان الاقتصاد العالمي اليوم يحمل اوجه تشابه كثيرة مع ما تنبأ به مركس وبالتالي نصح واضع السياسات الذين يكافحون من اجل فهم موجة الاضطرابات المالية والاحتجاجات وغيرها من المشاكل التي يعاني منها العالم بان يدرس اعمال اقتصادي توفي منذ زمن بعيد هو كارين ماركس لنتأمل على سبيل المثال تنبأ ماركس بان يعبر الصراع الكام بين الرأس مال والعمل عن نفسه وبان سعي الشركات الى تحقيق الارباح والانتاجية سوف يؤدي بها الى تقليص متواصل لحاجتها الى العمال مما سيخلق جيشا صناعيا احتياطيا من الفقراء والعاطلين عن العمل وهكذا يؤدي تراكم الثروة في قطب الى تراكم للبؤس في القطب النقيب وتابع مجنوس قائلا ان العملية التي وصفها ماركس تظهر في جميع انحاء العالم المتقدم ولا سيما في الجهود التي تبذلها الشركات الامريكية لخفض التكاليف وتجنب توظيف ايدي عاملة وهي الجهود التي عززت ارباح الشركات الامريكية وحصتها من اجمالي الناتج الاقتصادي الى اعلى مستوى لها خلال اكثر من ستة عقود في حين ظلت نسبة البطالة ثابتة عند حوالي 9% وبقية الاجور الحقيقية راكدة ان عدم المساواة في الدخل بالولايات المتحدة قد وصل بدرجة كبيرة الى اعلى مستوى له منذ عشرينيات القرن العشرين قبل عام 2008 تم حجب التفاوت في الدخل بسبب عوامل مثل تسهيل عملية الاقتراض مما سمح للأسر الفقيرة بالتمتع باسلوب حياة اكثر ثراء لكن المشكلة الان عادت الى الواجهة انتهى الاقتباس وفي الختام كتب كتب مركز ذات يوم منتقدا الفلاسفة قبله او في زمنه ان الفلاسفة انشغلوا حتى الان بتفسير العالم بطرق مختلفة لكن الهدف هو تغييره وهذا مختلف عن هدف الذين يعيدون احياء مركز الان لانهم يرون ان الهدف هو اصلاحه لا تغييره كليا شكرا لاستماعكم لمتابعة حلقات هذه السلسلة الخاصة بالفلاسفة لا تنسوا زر الاعجاب والمشاركة في القناة اشتركوا في القناة